اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل يعتبر ممتاز اقل بشوي وسط لهجة الطيور ولروحة الطيور ولمجة الطيور هل لبنان بيقع على تاني اهم خط ممر للطيور المهاجرة بالعالم نعم وهيدا الشي اكيد خلى يخلق عنا صيادة كتير بلبنان من هون خلقتها الهوية يعني فيه طيور كتير فيه صيادة كتير ما فيك تكوني ببلد ما بيقطع فيه طيور كتيري وتلاقي فيها لقدة عدد كبير وهائل من الصيادة لبنان مهم كتير عشان بيوصل بين قارتين الطيور اللي عم بتهاجر من افريقيا لأوروبا تروح تفرخ ربيعا وصيفا وبالعكس اللي بتهرب من البرد بتنزل من اوروبا لأفريقيا بتنزل بتشتى تحت بحسن عن الطعام الطيور معظمة الطيور الحوامي خاصة من مصور لبواشق لعقبين تستعمل تيارات لهوا السخن هيدا التيارات ما بتقطع فوق البحر ما موجودة بتقطع فقط فوق البر وبتقطع فوق لبنان قريبة للبحر وقريبة للجبال بممرات ضيئة جدا تعرف بعنق الزجاجة بتقطع فيه كميات كبيرة جدا من هيدا الطيور ممكن الصياد يشوفها بالبنان يقول واو وليك ادي في منه هيدا الطير كتير فينا نقوصه ما فيه مشكلة بس هو فعلا بيكون بس موجود شوية منه بانجلترا شوية بروسية شوية ببلاروسيا شوية بهانجير شوية بالنمسا شوية بالمجر وعم بيتجمعوا مع بعض وعم بيقطعوا فوقنا احنا ما نفكر اعدادهم كبيرة جدا بس هن بالفعل موزعين بشكل كبير جدا على عدد بلدين سامر احنا اذا بدنا نحكي عن الطيور مثل ما عم بيحكي يا فؤاد فينا نحكي عن عدد وفينا نحكي عن نوعية يعني احنا عنا نوعية جيدة بتمره لان احنا بنعرف انه بانون الصيد اذا عن جد بدنا نمشي فيه فيه انواع فيك تصيادة فيه انواع ما فيك تصيادة بالنسبة للانون بس بدي اقليك الانون هو معمول بشكل كتير منيح مشكلتك تطبيقه وتطبيقه بيتطلب اكيد يكون فيه دوريات امنية على الارض عم بتشوف اذا الاصناف المسموح صيدة هي اللي عم بيقوموا صيدة بصيدة مش عم بيقوصوا الطيور مهددة بالانقراض مش عم بيقوصوا الطيور اعدادة عم تضاقل كتير سو التطبيق للانون هو المشكلة مش الانون بحد ذاته بالنسبة للانواع الموجودة عنا عنا انواع مفرخة ومقيمة بلبنان هذه بتضل موجودة دايما هون مثل الشحرور مثل البلبل وانواع تاني اكيد منهم مثل الحجل عنديك الانواع المهاجرة اللي بتقطع فوق لبنان هذه فيه عندك اكيد مشوفها بهجرة الربيع وبهجرة الخريف عنديك انواع بس بتشتي عنا اوكي بتمرو بتقضي الشتوية هون ترجع بتكفي طريقة للهجرة كمان نعم انا بدي احكي من بعد ما جارو حطر لنا الفيديو ولكن بدي احكي شوي عن الدبق وعن الشبك كيف يناس بتصيدوا عصفور بالدبق حتى لو تعذب حتى لو مش هيدا النوع وكيف اوقات بيحطوا شبكة للعصفور يفوت فيها وهيدا بس خلونا نشوفها الفيديو سوا نحن واصدقائنا المشاهدين يال ومنعلق عليه اكيد نحن هلأ يالي عم نشوفه نصير نصورة عم نشوف كنا عقبين وعم نشوف هلأ طير اللقلق هون عم نشوفه كيف عم بتقوص بشكل همجي وبشكل عشوائي خاصة بالمناطق يلا يلا ما عم بيكون فيها رقابة مزبوط من الدولة كمان نعم هم نشوف كمان كتير انواع من الطيور الجارحة عم بتتقوص هون هيدا عقب ثعابين لبنان مثل ما حكينا بيقع على تاني اهم ممار للطيور المهاجب العالم بدراسة عملت اسمها The Killing نعم بيان عنا انه مليونين وستمائة ألف طير بيتقوصوا بشكل غير قانوني بلبنان شكل عشوائي للأسف شكل عشوائي نحن بلبنان لليوم صار عنا تقريبا مسجل 415 نوع من الطيور ما بين مشتة ومصيف ومهاجر ومقيم تقريبا 46 نوع منهم مهدد أو شبه مهدد بخطر الانقراض وكل الأنواع هيدا عم تتقوصوا عم تقترب لبنان من هراء الصيد الجائر للأسف بدرجع معك سامر للفكرة يلي أنا قلتها يلي هو الدبق صح يلي هو الشبكة أو الشبك للعصفور يجي ويلقطوه أو كمين أوقات بحطوله نحنا كنا نسميه في الزائعة صح ليقربو ليقربو هل هالشي بالانون جائز؟ لا حقلك شغلي اليوم إذا بديك تحكي عن الشبك والدبق هني أخطر شي لأن الشبك عم بتشيلي بدربة وحدة كمية هائلة من الطيور ومش معروف شو أنواعها ومش معروف شو أنواعها وفي كتير محلات بلقطو بالشبك ليضبحون ويبيعون للمطاعم أو حتى لمحلات معينة الشبك مشكلته كتير كبيرة الدبق مشكلته كتير كبيرة صيد الليل مشكلته كتير كبيرة شو صيد الليل؟ صيد الليل بحطه شجرة بيدربو عليها بروجيكتور وبحطوا صوت العصفور تحت هالشجرة الطير بيهاجر أمرار بيتحرك حركته الهجرة بتكون بالليل بيهاجر بتحرك بالليل بس يشوف ضوو بينزل بديو يريح فبيضربوا بروجيكتور على شجرة بس يشوف الضو على هالشجرة بيلاقي أنه هذا المحل من ناسا بيقدر يريح فيه لأنه عليه ضو وكذا بيلاقي الأمان على الضو وبينزل إليها على الشجرة الرف كله بيغط بيتصيادوا ضربة وحدة وفي أسوأ من هيك أنه أمرار إذا عندهم حيط بيرسموا شجرة على الحيط بيجي الطير بيعبب الحيط بيموت بسعة الساعة ففي كتير أفكار إجرامية عم تستعمل لأنتي هيك حياة الطيور يعني فؤاده سامر بستحكوا أنا دغري ما بعرف ليه دغري بعمل للنينك بستحكوا عن الطيور وكيف عم بيتصيادون بروح دغري على السمك لما بيحطوا للديناميد وحطوا الديناميد ليتصيادوا السمك يعني هيدا مين علاق نفس المشكلة يعني مش معقول يكون عم يخذوا على السمك وعلى فراخ السمك وعلى بايد السمك أنه في ضميره شوي للواحد يعني معلي فؤاد خبرنا مين هي الطيور سمي لنا إيها يلي هي صديقة البيئة يلي هي بتأكل الحشرات الصغيرة المضرة يمكن من الشجع من النبات الطيور كل تير اللو دور بيلعبوا بالنظم البيئي باللبنين وبالعالم كمان من أشهر هيد الطيور مثلا بطير اللو ولكننا شفنا الصورة عم بتصيادوك صديق الفلاح بيأكل القوارد بيأكل الحشرات بيلحق البتاكتورات الزراعية تياكل كل شي حشرات عم تطلع من الأرض بعد نكون عم بيقطع هيد الطيور وشفنا هالمنظر بمحلات كتير بلبنان وشفناه حتى بعميق اللي هون بوجه تحية للقيمين على عميق عشان بالفعل عم بأمنولها الحماية وعم نشوف كيف طير اللقلق أو طير مالك الحزين أو غيرها من الطيور التيطاوة أو ديك أبو الضفر موجودة هناك وعم تمشي مع هالتراكتورات وعم تاكل هالحشرات طيور تاني مثل سنونو مثل الخطف هيدا بتاكل وزنة يوميا من الحشرات يعني منطقة فيها سنون ومعشش بتحس حالك قاعدة برا على البالكون ما فرق معك البرغش أو الناموس وتتقوص هالطيور هالحشرات عم تتكاتر عم تأثر على الإنسان وعلى الطبيعة وعم بتضرنا عم تنقلنا أمراض كمان طيور تاني مثل أبو زرق أو مثل كيخان اللي الزيب هيدا مسؤولة عن تشجير غابات لبدان الأبو زرق بيأكل كتير بلوت من شجر السندين ومعروف بزكية أو كيف بيخب حبة البلوت كرمال يرجع يكلها بالأيام التانية أو يسهلكها بأوقات تانية بتخفي المواد اللي فيها يكلها بينسك حبة بترجع بيجي الربيع بدوب التلج وبتطلع هاي شجرة مسؤول عن تشجير أغلبية غاباتنا في لبنان مثله مثل السنجيب يعني قديش مهمين هالطيور لغاباتنا لحياتنا لتنقية غاباتنا وفيه طيور صغيرة كتير مثل أعصور الشمس الفلسطيني هيدا مسؤول عن تلقيح الأشجار والنباتات والأزهار يعني الطيور إلا عنده كتير كتير فوائع شفنا الطيور الجارحة مثل النسر المصري مثلا هون أو الرخم المصري مثل غيره من النصور بيأكلوا جيف وبالتالي بيمنعوا انتشار الأمراض عندك الطيور الجارحة بتاكل القوارد البومي كمان بتاكل القوارد بقى كلها الطيور إلى دور بالدورة البيئية اللي موجودة عنها دور أساسي كنتم مش عم نحكي طبعا سامر نحن مثل ما عرفنا يعني فيه أنون للصيد ولكن للأسف لا يطبق وضلينا 13 سنة تصار فيه أنون أو فيه الموبرة والطائرة يعني بتاخد رخصة موبرة وطائرة أو طائرة نحن شو بدنا نعمل كأفراد وكجمعيات برأيك لا يصير يطبق هالأنون لأن نحن حمد الله في لبنان كل شيء بدنا نعمل ألف قصة لينشوا الروانين ونحن عم نحكي عن الطائر وبعده حكينا فؤاد قد يمهم صح أول شغلة بدنا نشتغل عليها هي التوعية اليوم الجيل القديم في لبنان ما فينا نتخبى وراء أصبعنا ربعة كولتشر الصيد الصيد أساساً ما أنه شيء غلط الصيد موجود بالعالم كله بس لازم يكون منظم مثل ما أنه لازم يكون مدروس حسب قوينين وأنواع معينة والأنون اللي عندنا ما أنه عاطل بالعكس أنون مشغول بطريقة سليمة جيد جداً صح بس تطبيق بس تطبيق هو المشكلة إذا بدك أكتر اليوم تشتغلي أنك تقدر تنتجي جيل جاية يعرف يحافظ على الطبيعة يلتزم بالأنون المصبوط يكون عنده وعي على أنواع المهددة بالانقراض على أنواع المفيدة على أنواع اللي ما لازم تتقوص بدك تبلشي بالمدارس الجامعات البلديات ونحن كجمعية دايماً نحاول نزور الجامعات المدارس ونعمل ساشنز توعية ونعرف هالجيل الصاعد على الدايفرسيفيكيشن اللي عندنا إياها أهمية لبنان من ناحية الهجرة والتنوع الموجود فيه المواقل كمان اللي عندنا هوني اللي بتساعد كتير يكون فيه تنوع للطيور سو منجرب قد ما فينا نتبع الإدوكيشن الوي من خلال وجودنا بالمناطق المختلفة خاصة اللي عم بيكون فيها السيد جائر يوم في مناطق معينة عم بيكون فيها السيد الجائر أكتر بكتير مرتفعة من المناطق تاني كمان أكيد هون فؤاد يعني مع تحياتنا لقوى الأمن بس أنه قدي فعلاً لازم يضبطوا هذه الحالة لأنه مش بس هيك أوقات بيعملوا مشكل صيادية بين بعضهم طاير طاير أو أسوط نيناتهم بيعملوا مشكلة لم يبدو يخذوا الطاير يعني صرنا منحنا مش طالعين نتسلة ونعمل هواية صرنا عم نقتل تيور ما لازم تموت وصرنا عم نعمل مشاكل صحيح قوى الأمنية قبل الأزمة قبل 2019 كانت على الأرض معنا مية بالمية كان متوفر لها السيارات والبنزين وكل شي يعني ما أصرت أبداً وحتى بعدها لليوم يعني إذا اتصلت فيها بتلبي بتلبي بس يعني محدودة يعني قدراتها محدودة لأنه بنزين وغلاء مية بالمية خاصة بالوضع اللي احنا فيه مية بالمية مع تحييتنا لقلهم حرام لأنه يعني ما فينا ننكر يعطيهم ألف عافي يعني من هالنحية إن كان وزارة البيئة أو كان القوى الأمنية كلها يتجاوب وعم بساعدونا بشكل كبير جداً وقت تتوفر وقت تكونوا قادرين بدي منكم كلمة أخيرة سامر وفؤاد لأنه وقتنا شرفة على نهي سامر شو بتحب تقول لكل صيادي لبنان؟ أنا بس بتمنى أول شي سيد الربيع نلتزم بهذا الموضوع لأنه موضوع حساس الطيور بتكون عن تتزاوج هاي أول شغلة وأهم شغلة أي صياد اليوم عنده مبادئ وأخلاق وبيحترم الطبيعة لأنه الصياد هو بيئة بنفس الوقت صحيح يعني هو لازم يكون بحب الطبيعة ليكون صياد صحيح أكيد موسم الربيع أطعنا نحن موسم الربيع بس نلتزم قد ما فينا ما نتصيد بهذه الفترة نعرف أنه كل شي اليوم رابترز من عقبان لبواشي لطيور جارحة هاي منها طريدة نعرف عن جد شو هي الطريدة إذا بدنا نطلع ونتصيد الأعداد اللي عم نقوصها نطلع على قانون الصيد لأنه قانون الصيد عن جد معمول بشكل صح وبنفس الوقت بيقدر يفيد اللي طالع يتصيد يعرف شو لازم يتصيد وشو ما لازم يتصيد مية بالمية فؤاد كلمة أخيرة شو بتحب تقول أنا تم ضو بس على الصياد في كتير مخاطر كمان عم بتضرب هيدا الطيور الموجودة عنها ولازم الدولة أو المجتمع كمان يحمل مسؤولية مثل التلوث مثل الرشل الموبادات الحشرية السامة وغير الصيد اللي حكي عنه سامر توعاوية الصيادة كمان اليوم لدينا مشكلة كبيرة في لبنان هو اللي يقوا عند الصياد إنه هو شايف حاله وهو اللي بيعرف كل شي وما بده يتعلم ولا بده ياخد كلمة من حدا لأ خلينا كلها يتنا نقعد سوا تشارك سوا الأفكار نحكي سوا وعن جد كل واحد بينه وبين نفسه يراجع حاله أنا عم بتصيد هيدا الطير بهيدا الوقت هل هو صحيح هل هو مظبوط هل هو بضر ايه أو لا أنا بكرة اتصيد بدي ولادي كمان يتصيدوا مية بالمية ولادي ولادي بدي يضل في طير لقلهم أكيد عشان هيك دائما بننادي بالصيد المستدام والصيد المسؤول كلمة اللي تضل هالهوية ماشية يضل الطير ماشية ويضل الطبيعة ماشية أكيد يعني احنا مش ضد انه الشخص يمارس هويته بس كل شيء بالحياة له حدود صحيح وخاصة بهيدا الشيء اللي نحن عم نحكيه لانه هيدا طير مثل ما قلت انتو سامر يعني هذا بده يكون فيه استمرارية لقلنا ولولادنا ونظل نتمتع بهيدا الشيء ولكن ضمن حدود أهلا وسهلا فيكم شكرا لوجودكم معنا فؤاد عيثاني رئيج جمعية حماية الطيور في لبنان أهلا سامر حلواني عضو الجمعية أهلا وسهلا فيكم شكرا كثير حلوين المعلومات وإن شاء الله هيك كل الصيادية في لبنان يكونوا حضروا هالحلقة لا يتعذوا الله خليك أهلا وسهلا ياهلا أصدقائنا المشهدين نحن هلأ مروح بريك صغير ونرجع مباشرة ننضم لألكم خليكم معنا اشتركوا في القناة